اشتركوا في القناة يمكنك من خلال البلاي ستور أن تقوم بإرسال واستقبال التطبيقات على الهاتف الخاص بك بدون أن تقوم بتتبيت أي تطبيق خاص بإرسال واستقبال التطبيقات كما أنه يمكنك الحصول على بعض الخدمات الأخرى التي سوف نتعرف عليها اليوم إن شاء الله من خلال هذا الفيديو أولا تقوم بالضغط دغطة مطولة على متجر جوجل بلاي ستور تظهر لك معلومات التطبيق وتطبيقاتي تقوم بالضغط على تطبيقاتي مجرد الضغط على تطبيقاتي سوف تظهر لك بعض الخيارات التي يمكنك الحصول عليها مجالا أولا الخيار الأول هو تحديث التطبيقات يمكنك أن تقوم بالضغط على عرض التفاصيل يمكنك أن ترى تطبيقات التي متاح لها تحديث ويمكنك أن تقوم بتحديثها بالضغط على التحديث بعد الضغط على التحديد سوف يبدأ تطبيق التحديد الجديد الخاص بالتطبيق أو يمكنك الضغط على التحديد الكل يعني أنه سوف يتم تحديد جميع التطبيقات كما أنه يمكنك أن تقوم بإدارة التطبيقات الخاصة بك على الهاتف مثلا تريد أن تقوم بإزالة أي تطبيق تقوم بتحديده من هنا من القائمة الخاصة بالتطبيقات مثلا سوف نختار أحد التطبيقات لنقوم بإزالته تقوم بتحديده ثم تضغط هنا على السلة في الأعلى وتضغط على إلغاء التطبيق يعني أنك سوف تقوم بإزالة التطبيق من على الهاتف الخاص الآن سوف نرى كيفية إرسال واستقبال التطبيقات من خلال متجر جوجل بلاي ستور بدون الحاجة إلى تطبيقات إرسال واستقبال التطبيقات تقوم بالضغط كما فعلنا في الأول ضغط مطول على التطبيق ثم تضغط على تطبيقاتي ثم تتوجه إلى هنا مشاركة التطبيقات إذا كنت تريد الاستلام تضغط على استلام إذا كنت تريد الإرسال تضغط على إرسال مثلا أنا في هذه الحالة سوف أختار إرسال من الهاتف الخاص بي أقوم بالضغط على إرسال ثم أتوجه إلى الهاتف الآخر وأضغط على استلام أو ريسيرف بالإنجليزية ثم أضغط على متابعة بعد أن أضغط على متابعة أسمح له بالوصول إلى التطبيقات أنتظر قليلا أو عفو أن أقوم بتحديد التطبيقات التي أريد أن أقوم بإرسالها إلى الهاتف الآخر مثلا سأختار تطبيقات عشوائية من هنا بعد أن تختار التطبيقات من القائمة التي تظهر أمامك تضغط هنا على السهم في الأعلى سوف يقوم البحث على الهاتف المراد الإرسالي كما ترى هنا يظهر في الأسفل Redmi Note Ons أضغط عليه بعض الشكل ثم تقوم بتأكيد الاستلام في الهاتف الآخر وسوف يبدأ معك الإرسال بشكل عادي جدا ورائع وسريع جدا بدون أي إعلانات مزعجة كما هو الحال على التطبيقات الأخرى الخاصة بإرسال واستقبال الملفات يمكنك بضغطة زر واحدة أن تقوم بإرسال واستلام التطبيقات بشكل عادي جدا إلى هنا أخواني الكرام أكون قد وصلت إلى نهاية فيديو اليوم أتمنى من سميم القلب أنه قد نال أعجبكم لايك للفيديو ومشاركته ليستفيد الجميع في حالة ما كانت زي أول مشاهدة لك لقناة المهوسنات لا تبخل علينا بالضغط على زر الاشتراك للإنضمام إلى أزيد من 27 ألف متابع ولا تنسى مشاركة الفيديو ليستفيد الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونلتقي في فيديو جديد مستقبلا إن شاء الله اشتركوا في القناة